في هذه الفقرة اليوم عن الدوري الفرنسي الذي توقف بشكل رسمي تماما القرار جاء اليوم بعد طبعا إعلان رئيس الحكومة إدوار فليب قبل يومين الذي هو كان أعلن استحالة إقامة المباريات حتى بداية شهر أيلول سبتمبر إذن رابطة رابطة الأندية المحترفة الفرنسية أقرت ذلك بشكل رسمي معتمدة بالواقع ترتيب البطولة الفرنسية الذي كانت البطولة عليه عند خوض آخر جولة كان ذلك في بداية أذار مارس بمعنى أن باريسان جرما تويج باللقاب تويج بلقابه التاسع الثالث على التوالي السبع في الحقبة القطرية معادلا غريمه مارسيديا الذي هو أيضا متواجد بتسعة ألقاب في فرنسا وهو على بعد لقب واحد من رقم القياسي الذي هو بعهدة نادي سنتيتين عشرة ألقاب في نفس الوقت إذن باريسان جرما الموسمة المقبل سيمثل فرنسا في دور الأبطال كذلك مارسيليا ثاني ترتيب ورنسا للترتيب الذي هو سيشارك في تصفية دور الأبطال الأخير وقبل الأخير أي تولوز وأمين صاحبتا إلى الدرجة الثانية ومن الدرجة الثانية يتأهل الأول والثاني نوريان ولانس وفي نفس الوقت الشركة التي تبص مباريات الدوري كان البريس أعلنت فسخ العقد الذي يربطها إذن مع الرابطة لعدم لاستحالة نقل آخر عشر جولات أي ربع المباريات المتبقية معنى ذلك أن دوري فرنسي سيخسر 243 مليون يورو في هذه العملية هذا بالنسبة للدوري الفرنسي لكن الأمور مختلفة أو عن ما بالنسبة للدوري الألماني وديع البوندسليغا اللاعبون عادوا إلى التدريبات من جديد والدوري قد يعود في الأسبوع والأيام القادمة تماما عادوا منذ أربع تسبوع الآن اللاعبون عموما إلى تدريبات تدريبات فردية جماعية أيضا ويأمل جميع هناك في ألمانيا استناف البطولة في نهاية الأسبوع الثاني من الشهر المقبل الأيار مايو أي ستتاسع من شهر مايو أو في الأسبوع التالي في السادس عشر من نفس الشهر هم بانتظار القرار النهائي أو الموافقة النهائية من قبل الحكومة على أساس أن اللاندرز أي الأقليم في ألمانيا وفقت على ذلك طبعا بشروط هناك شروط صحية وزير العمل بيورن بوردينغ قال إن صحة وسلامة اللاعبين وجميع المعديين من الممكن أن تتأمن إذا احترمت الشروط التي اعتمدت وتفق عليها إذن هناك بدرة أمال في ألمانيا يأملون أن لا يخسروا بيئات الملايين هناك رقم يقدر بثلاثمائة مليون يورو قد تخسره البندسليجة درجتين في البندسليجة أين وزفايل أولى وثانية إذا ما ألغوا البطولة ولم تستكمل إذن البطولة في ألمانيا وأقول لك دانكشن شكرا وديا شكرا جزيلا لك